سهل هنا والسعادة على حضراتكم يوم جميل وجديد ودكتور شيف وبردو شيف حان انا بلعني سيك يا شيف انا مش اسيبك مش كده برضو ايو طبعا انا ما هنسيب بعض مع بعض للنهاية احنا ودكتور شيف ان شاء الله ان شاء الله على خير يا رب النهاردة طبعا مبادع بوصفات جميلة كوصفاتك اللي احنا متعودين عليك اه انا بخليك انت تعبلي الحاجة الغذائية حيني الغذائية تمام جميل انا بقى بعمل برضو حاجات والله لو اتاخد منها مقدار بسيطة مش هتبقى فيها حاجة اول مفروض احنا ناكل من كل حاجة بس الكمية البسيطة نبعد عن الدهون المهدرجة نبعد عن الزيوت على قد ما نقدر الحاجات المحملة كتير بلاش منها بالزبط ان هولا شيف بقى مفاجأنا ببيتزا طبعا انا عايز اقول لكم يمكن مفيش حلقة غير ما بتطلب مني البيتزا لازم البيتزا دي اساسي في كل يعني اتصال بيجي لنا او على الصفحة حتى احنا عايزين بيتزا اطالي بيتزا اطالي بيتزا اطالي الو 72% كمان يكون ضيق لعرق شوية علشان ما بتطلبش البتزا مننا جميل جميل مش ضيق بس كوت وهنستخدم الدقيق وملح ومعلقتين سكر ومعلقتين لبن بودرة او ثلاثة وزعتر طبعا وروز ميري وربع كباية زيت زيت زيتون جميل جدا انا اكيد برضو ما قدرنا هتنزل على الشاشة اللي حاب يصور او يسجل ويالله بينا نبتدي عشان هلواتي هنعمل واحدة هتبقى كباية وربع ضيق بس هلو جدا يعني يعمل واحدة او اتنين يكفه بس العرض بس وانت عايزة تزودي ضعف الكمية براحتك بقى هنعجل بقى الارضة ونصوف هنعمل ايه عدي اللي دي ده منخول وكل حاجة حط عليه بس كده اللبن البودرة ده اختياري برضو شيف عايزين نقو يعني مش من الاساس بيتزا بيتحطش فيها ولا بيد ولا زبادي ولا الخبات اللي هي بتاعت اللي سبونش ايوة فعشان كده نتعامها بقى بشوية لبن بس اللي ما عندوش مايوقتش بالزبط اني مش عايز يحط معلقة السكر الصغيارة دي دي اعتبر لا خلينا في الصغيارة كمان عشان المعيار اه هي معلقة صغيارة واحدة ايه لا اصديني عشان ده المعيار الصغي الكبيرة كده ورشة ملحة هي صغيارة برضو مش كبيرة نصف معلقة صغيارة بس هو ده كده هنعملها هحط بعد كده اللي هقلبهم لسه الخميرة بتاعتي او بالزبط كده انا هحط بس ده السميد انا الخميرة اخطاها هنا يا اهي السغنونة الحلوة دي جميلة على قدها خاص ايوما انا انت عارفة حكتي كلها صغيارة من المرة اللي فاتت وانت جايبانة الحاجات الصغيارة حكتي صغنة اهه ادي الخميرة هحط برضو علشان دي حاب مقدار صغير هحط ملو المعلقة دي بس خميرة كده وكفاية قوي مش هحط تاني هقلب المواد الجفة كده مع بعضها وبعضي كان هننزل بالسيل بتاعجين بايه؟ بمية لا هعجن بمية عشان تبقى خفيفة وعشان تبقى كريسبي قوي تراست تبقى كريسبي من تحت بس هعجن واحط شوى زيت زيت زيتون صغير فانا في الاول هحط معلقتين معلقتين زيت زيتون اه ايوه ده اخدر بصي حتى مش بالخضار كمان هو ده مع سرعة البيض مع سرعة البيض ورحته عايز اقولك نفاذة جدا وواضح عيلا جدا اه بحط بس نص مقدارة دي نحط مية هتطلع العجينة مظبوطة جدا بتلزق فتفوتة بس وهي بتتفرد هتبقى هاي لو احط دي اه هحط بس نص حوالي نص كباية مية كده اهو هبتدي عجنها كده بأدية وبعدين طبعا هنعجن عجن صغيرة قوي اهو هبتدي عجن صغيرة قوي اهو 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 اهو